السلام عليكم متخباركم بخير كل شي مزيان اذا اليوم ان شاء الله سنجد اول درس في الانجليزية اللي هو تحت عنوان العبارات المستعملة في الحياة اليومية daily expressions يعني العبارات اللي كنستعملوها بثاف في الحياة الجنة و كنحتاجوها بشكل كبير اولا hi or hello كتعني اهلا او مرحبا لإلقاء التحية how are you today؟ هي كيف حالك اليوم؟ نقدر نقول how are you today ولا what's up day هو النهار او اليوم I am fine thanks how about you؟ انا بخير انت كيف حالك؟ I am fine أنا بخير thanks شكرا how about you؟ انت كيف حالك؟ I am fine ولا I am good يعني يوججهم نفس الحاجة أنا بخير I am fine too ولا I am fine also too ولا also كتعني ايضا thanks شكرا لك how about the family and the children؟ كيف حال العائلة والأولاد؟ how about كيف حالوا؟ the family العائلة the children الأولاد all is good الكل على أفضل حال all هي الكل is good يعني بخير او على أفضل حال thanks god it's what we want الحمد لله هذا ما نريد thanks إن شكر god هو الله it's what we want what we want هذا ما نريد are you going to work ولا are you going to school هل أنت ذاهب للعمل ولا هل أنت ذاهب للمدرسة are you going هل أنت ذاهب to work هو العمل to school هي المدرسة no actually I'm going to the market to buy some things لا حاليا أنا ذاهب ولا أنا ذاهبة لش يرأي بعض الأشياء the verb في النسبة للفرنسي ولا الغنجلي ما كنحتجوش نزيدونهم شي حاجة يعني the verb اللي كان نقوله المذكر هو نفسه اللي كان نقوله المؤنات هل I am going يقدر يقولها واحد مذكر يقدر يقولها واحد مؤنات بحال بحال no actually حاليا I am going أنا ذاهب to the market market هو السوق to buy somethings لشراء بعض الأشياء الأشياء هي somethings can I came with you هل أستطيع أن أتي معك can I هل أستطيع أن أتي الفعل دي الأتى هو come with you معك you هي أنت yes of course do you need something from there نعم بالطبع هل تحتاج شيئا من هناك yeah نعم هي yes بطبيعة الحال of course بالطبع do you need need هي تحتاج something شيئا from there from من هناك yeah I'm going to buy some vegetables and fruits and a gift to my wife نعم سأشتري بعض الخضر والفواكه وهدية لزوجتي I'm going to buy سوف أشتري some vegetables vegetables هما الخضر and fruits فواكه and a gift gift هي الهدية to my wife wife هي الزوجة what is the reason why you will buy a gift ما هو السبب الشراء الهدية the reason السبب why you will buy a gift it is our wedding day and I want to surprise my wife إنه عيد ميلاد زواجنا ولا عيد زواجنا وأرغب في مفاجأة زوجتي it's our كان ندير our فاشكنكم بغنقول في حاجة جيانة نحن الجماعة our wedding wedding هو الزواج wedding day هو عيد الزواج and they want أريدو to surprise مفاجأة زوجتي good so happy wedding day and let's go to bring all that جيد إذن عيدوا زواج ساعد وهيا بنا لإحضار كل ذلك good هي جيد so إذن happy wedding day عيدوا زواج ساعد and let's go and هي و let's go هيا بنا to bring to bring هو لإحضار all هي كل سبق لنا قلناها that هو ذلك إذن وصلنا للنهاية الفيديو ديالنا so إذا أعجبكم الفيديو ديروا فلو واللايك وخليوا ليه كومنتر اه تقولوا ليه فيه الحاجة اللي ما أعجبتكم شونا الحاجة اللي تبقين من ديرها في فيديو جاي إن شاء الله وشكرا على المتابعة شكرا على المتابعة